نرحب كابتن محمد حشيش نجمى الأهلي السابق. بونجور. صباح النصر. خلينا نقول كابتن حشيش. صباح السوبر. الحمد لله. أنا سعيدة جدا. ضربة البداية إفريقيا عندك رائعة. ضربة البداية محليا والدوري رائعة. وكمان أخذت السوبر. الحمد لله. نحن ماشيين بخطة أكثر من موفقة. لكن لا يخلو. الموضوع برضو من بعض الثغرات أو المشاكل. عندك غيابات عندك إصابات لعناصر أساسية. مش عايزة أقول برضو عناصر أساسية أو أولجأ للمصطلح. ده لكل عناصر بتاعتنا أساسية. لكن برضو عناصر خلينا نقول لها تأثرها. أو خلينا نقول برضو لها تأويلها في الملعب. بتشوف إزاي ممكن بداية كده. قبل نخش للتفاصيل. كولر إنها ممكن يعالج المشهد اللي احنا فيه حالية. طبعا غياب ديانج. عندنا إصابات عبد المينعم غيره. بصي طبعا في البداية. ببارك طبعا لليكي والجمهوري نادي الأهلي كله على طبعا البطولة وجالية. وما فيش أحلق من كده في الدنيا أنك تبدأي موسم ببطولة. طبعا. وبطولة سوبر وقدام المنافس التقليدي. فدي حاجة بتفتح النفس. وبتدي الثقة في الجميع اللي كان كله محتاجها. سواء جهاز فني لعيبة مجلس إدارة. كل الناس الحقيقة بصراحة يعني. فدي بداية مطمئنة. كولر طبعا بعد ماتش السوبر. يعني قدم شهد اعتماده عند جمهوري النادي الأهلي. وبصراحة جانا سمار الفترة الكبيرة. اللي هو قاعد فيها. قفل على نفسه وقفل على اللعيبة. وبيجاهز اللعيبة وبيعرف اللعيبة. لأنه ما يعرفش أن المدة ديئة خالص. لغى المعسكر الخارجي. وعمل معسكر اليوم الكامل. قفل على المتشاط حتى الودية. قفل حتى على قناة النادي الأهلي. إنها تزيع. بس على فكرة احنا ما زعلناش. طبعا. احنا كنا عايزين ده جدا. ده طبعا. ركزوا مش مهم. يعني قفلوا على نفسكوا في التدريبات والمعسكرات. بس ورونوا بقى على الأرض. إيه اللي بيحصلوا قطان. صحيح. والحقيقة يعني الموضوع كل ده يعني جانينا سمارو. وحتى في بداية الموسم بقى اللي هي البطولة المحببة وبطولة الدوري. اللي الغايبة بقى لها مسلمين. بدئين الحمد لله كويس. شكل الفرقة كويس. حاسين إن ابتدى يبقى فيه تغيير. مطشي طبعا القمة والبطولة السوبر. رجعت للنادي الأهلي الهيبة والشكل وشخصية النادي الأهلي. ودي حاجة مهمة جدا جدا. لو حنتكلم على بقى طبعا الحاجة اللي لا يقلو منها النادي الأهلي. وهي الإصابات والغيابات. فدي حاجة احنا تعودنا عليها من السنة اللي فاتت والقادلها. حاجة صعبة والله. بس يمكن السنة اللي فاتت كانت في مشكلة. طبعا. كان عدد كده جدا. تدعتك فريق كامل كان مش موجود تقريبا. النادي الأهلي طبعا لو فاكرة. شيء صعب جدا. إنما دلوقتي يعني بنحمد ربنا على كل حاجة. ونحمد ربنا في إصابات. وفيه كمان البدائل اللي موجود. يعني الراجل حقيقة عمل من كل مركز أكتر من لعيب. أسوات كامل متكامل. متكامل. بصراحة أساسي وبدائل يعني أو بدلاء. طبعا يعني ما فيش شك إن أي لعيبة نهواند بيغيب على النادي الأهلي طبعا بيأثر في النادي الأهلي. لأن كلهم نجوم وكلهم لعيبة ذات قيمة فأي واحد غيابه آه بيأثر. بس إزاي بقولك البديل عندنا أمل كبير فيه. الراجل يعني شوفناه في أول اختبار ليه. إحنا ما كناش لسه عارفينه ومشاديين نحكم عليه. اختباره الأولاني في السوبر التشكيل والطريقة والأسلوب واللعيبة. وشوفنا لعيبة كمان ارتقى بمستوها جدا جدا غير طبعا المستوى بتاع الفرق ككل. اللي لسه طبعا عدد ماتشات قليل إحنا لعبنا ماتشين إفريقيا وماتشين دوري. ده لسه مش كافي عشان لعيبة تجيب المستوى الفني بتاعها. في لعيبة إحنا اتفاجئنا بيها. في لعيبة كانت يعني مش ظهر خالص بقى لها سنتين. اتفاجئنا إن هي بتبقى موجودة. وبتلعب كمان في غير أماكنها نتكلم على كريم. لما دلوقتي بقى البديل الكفء اللي بينزل الشوط التاني بيعمل الفارق. وجاب هدف الماتش اللي فات وكان حاجة بصراحة مفاجأة للجميع. شوفنا الانتدابات الجديدة سافيو عامل. حتى سافيو قدم مباررة أعجول جميل ورد على الكلام اللي كانش ليه أي لازمة لكالبيت.